طبعاً شوف أنا بقول بأنه الأنظمة الجديدة والحوكمة والكفاءة حدت بالتأكيد من موضوع الديون لكنها نسبياً ها؟ لكنها لم تلغيها اليوم إحنا بحاجة إلى مشروع في إزالة الديون أن نكون أكثر صرامة أنا طبعاً بتوقف عند نادي الأهلي تحديداً وبحط تحت خطوط عريضة ومهمة وكبيرة اليوم الأهلي يغرق في المكتب وفي كثير من الأحيان هذا الموسم يغرق أيضاً في الملعب ولا حتى وجود لكوليتي عالي على مستوى اللاعبين الأجانب اللي من الممكن أن نقول أنهم سيساعدون الفريق في تحسين وضعه ومواصلة المشوار سواء على مستوى مسابقة كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ويطول بعمره أو حتى على مستوى منافسة الدوري بهؤلاء اللاعبين يا ماجد الفيعي لا تستطيع أن تحقق لقب الأجانب أتكلم نكون واقعيين إذا أنت حتدخل على يناير وفترة الانتقالات الشتوية وستحرم من التسجيل معناته أنت قاعد تدور في نفس وضعك تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي يعني ما هيكون فيه أي تحسن أنا هنا الناس تجي تقول والله يا ماد التواجي آخرهم واحد تتوب بولي فارد خف على الآلي وخف على ماد التواجي أنتم لا تحسبون ماد التواجي ولا غيره من ضيوف كورة ولا الإعلاميين بسفة عامة أنه إحنا لما نقسوا في مرحلة من المراحل قاسينا على المار الحايني وطلبناه بالاستقالة وقلنا الكرسي أكبر منك لما استطاع أن يقود المار الحايني العميد إلى وضعه الطبيعي يعود منافس أجانب على مستوى ولاعبين محليين كل واحد يتقدم ويقدم لنا شكل جميل ومعظمهم موجودين في المنتخب السعودي الطبيعي أنت كويس حنقول لك كويس أنت منتب كويس حنقول لك منتب كويس هذا هو دور ماجد تواجري على طاولة كورة لذلك أنا أقول يا ماجد منفيعي ترمحت جابك وطقك على يدك وقال غصب تعالي مسكننادي خلنا نتفق على ذي أنا عارف أنك تحبه بو نورة وكلنا نحبه صحي يمكنك تحبه كثير عشان نورة المهم سميت ابنيتك الله يحفظهم الجميع المهم اللي أنا أبغى أقوله أنه ما أحبقك على يدك قال تعالي الأصل نادي أنت جيت أنا يجيني واحد زي الكابتن ولي عالي قبل الهواء يقول يا ماجد هذه ديون متكرسة من قبل ما أجد منفيعي أنت ما جيت على قولتهم مغمض وداخل للنادي واحد قال لك ترى زيرو كوست زيرو من الديون وتفاجأت أنه الخزينة متخلنا من الديون وفي المقابل يا أبو نورة نشيد مثلا بصراحة في المار الحائدي جرانهم مبعدين عنهم تتحدث عن 142 مليون في الحوكمة أو الكفاءة المالية السابقة تتقلص إلى كم؟ إلى كم يا عبدالله إلى تسعة وثلاثين معناته هناك عمل إداري ومالي منظم على أعلى مستوى هذا الشيء اللي لازم نتفق عليه في كل الأحوال أرجع وأقول أنه الآن بالنسبة لنا الوضع لا يسر أبدا في الأهلي ويجب أن يلقى الأهلي عناية خاصة قبل أن تتفجر الأوضاع ويضيع النادي أكثر لا نريد النادي وهو نادي كبير واسم كبير في تاريخ الكرة السعودية وكيان له مكانته لا نريده أن يقبع في يوم من الأيام ويعيش مع عاشه جاره في سنتين وموسمين متتالية وصار على الهبوط لا نقبلها على قلعات الكؤوس ولا نريد أن الأهلي يستمر طيب آخر شيء عبد الله مو الحوكم الماضية قالوا لا في غلط من الوزارة وسنقوم وصدروا بيان وكانوا حيلعبون بكرة في الديربي أمام الاتحاد وصدروا بيان صحفي خاطبوا فيه الجمهور الاتحاد جمهور الأهلي عفوا والرأي العام والإعلام قالوا فيهن في خطب من الوزارة وسنقوم غدا بإرسال وفد علشان نعلمهم أنهم غلطانين جاءوا قالوا الوزارة لا والله أنتم من لي غلطانين طيب إذا الوزارة غلطانة اليوم نبغى نسمع هل ننتظر من الأهلي بعد ساعات أيضا بيان يؤكد فيه أنه فيه غلط في الإحصائية اللي ظهرت مؤخرا فأنا والله